كانت بتسجل اسم الشاب وعنوانه ورقب تلفون كان خبر زي الزفت اعمل ايه اقول لأهل ايه ده ده كل يوم ببقى شابه واتنين اهلا بكم اهلا بكل مشاهدي قناة سعم احنفي قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريم لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزاء واهم درس بنحرس عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء تعال نشوف القضية دي اللي حصلت فيه بشتيل مركز وسيم محافظة الجيز سيدة اسمها صورية هي بنت طول عمرها بتحلم بالرفاهية طول عمرها بتحلم بالحياة السهلة اللي بتمتع نفسها بكل خيرات الله نفسها تعيش في التجمع نفسها تركب عربيات نفسها صاحب الشباب نفسها تعيش المستوى الراقي نفسها تعيش في فيلا تحقع فيها كل اللي بتشوف في التلفزيون ومسلسلات ومن افلام كان خيالها بتهيالها ان كل امكانياتها الجسدية دي ممكن تحقع لها حلم المال والجاه وفي نفس الوقت المتعة تعمل اسرائية اللي سكنة في منطقة بسيطة جدا اسمها بشتيل مركز وسيم محافظة الجيزة كان دايما انت بصن نفسها في المراية وتقول خسار الجسم ده خسار الجبال ده لازم استفيد منه لازم اقدر اتاجر بي واجيب لي نفس فلوس واقدر اعيش العيشة ان انا عايزها كانت هيئة لها ان نجاستها بس قادر ان هو ينتشلها من قاع المجتمع الى قمة المجتمع ما كانتش تعرف ان عمر التجارة بالجسم ما بيجيب غير الاسف المقاسي والعار ليها والاهلها وبالفعل ابتدت صادق الشباب على امل ان هي تحقق الصروة اللي تمكنها ان هي تعيش في فيلا او توجر شقة في منطقة رقيقة تحطها في جمكة ان هي تنتقل من بشتيل او سيم الجيزة الى التجمع الخامس او على اي في اي كومباوند من الكومباوندات اللي بتشوفها في الافلام وبتشوف اعلاناتها في التلفزيون وابتدت في الاول تصاحب الشباب في المناطق اللي بيترددوا عليها الاسرياء والمولات الشائلة زي كارفور والحيات دي وابتدت تصاحب وفعلا بتدت تروح معهم الشواء لكن اكتر حاجة كان بيدوها لها 500 جنيه ويوم ما تلقى واحد يعني يقدر جسمها كان بيديها 1000 جنيه طبعا النقط مبتمليهاش بحار يا دوبك كانت كل اللي بتعمله تشتري فستان جديد تشتري ملابس داخلية تشتري بارفان تشتري ادوات ميكياج لكن حلم الشقة او الفيلا او الاملة اللي هي كان بتحلم بيها فيه التجمع الخامس ما تحقق لهاش وكانت حريصة ان ما يحصلش حملة علشان اهلها ما يحسوش بحاجة وعشان العار اللي ممكن ان هي يقولوا علاها حمل من غير جواز لكن سبحان الله ده فيه ستات بتاخد وسائل وبتركب وسائل ورغم كده بيحصل حمل انها ارط الله فانا معاقب ليه وبالفعل البنت اصبحت حياتها كلها لا الاب عارف حاجة ولا الام عارف حاجة ولا بيسألوها اللبس ده منين ولا البرفانات ده منين ولا المكياج ده منين ولا بتخرج امت ولا بترجع امت ولا فرق معهم حاجة خالص كل الام تقول لك انا عارفة بنتي وام ربيها قوي سلاب بيقولك هيجرالها يعني ما سنها زي سن البنات خليها تعيش لها يومين مدام ما بتقوليش هات ومتقوليش هات فلوس خليها براحتها ده هي بتدخل عينها بالخيرات ابتأت البنت تنتقل من شاب لشاب 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 وابتده مش يصر عليها مظاهر الصراع يصر عليها اللبس والبرفانات والمكياج اكتر من كده مفيش لغيت ما في يوم من الايام رغم انها كانت حريصة دايما قبل كل علاقة تاخد وسيلة وكانت بتسجل كل شاب رقم تليفونه اللي كانت بتعشره مع عشرة الازواج وهي كانت بتسجل كده عشان احسب انا بيطلعلي في الشهر قدي كانت بتسجل اسم الشاب وعنوانه رقم تليفون لغيت ما في يوم من الايام تعبت ولقت نفسها ان هي حاسة بخمول فاتروح اكشب كشف عادي وفعلا كشفت الدولة قال لها انتي حامل كان خبر زي الزفت اعمل ايه اقول لي اهلي ايه طب لو ولدته اسجل اسم مين انا ما عرفش من الشاب اللي عمل كده معاي ده انا كل يوم بيبقى شاب واتنين ده انا احيانا بروح شقة مع مجموعة كلهم بيعشروني ابتأت الموضوع ده هاجس وحاولت فيها انتصاءاته اكتر من مرة لكن عشان صغر سنها ما كانتش تكمل تساحتاشر سنة للأسف كل اللي كانت بتروح لهم كان يقولها فيه خطر على حياتك ما نقدرش ما نقدرش ما نقدر البنت للأسف ما لقيتش حد ساعتها في التخلص من في بطناء لدرجة انها خدت برشام وحاولت انها ساعت نفسها لكن ما يدريتش بتعمل ايه تعالوا بينا اقول لكم عملت ايه بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة ما حانا في تفعيل الجرس ده يصلكم الاشعار ووقتي ذات الحالة تعمل ايه البنت بقى فضرة ربطة على بطناء لغاية ما وصل الموضوع للشهر التاسع وبعد كده بتاعت تجيب اللي فيها ارقام الشباب هي عايزة تعرف مين ابوه طب تعرفوا ازاي ده الليستة فيها شباب كتير بتاعت تجيب انا في الشهر الكام يا دكتور اللي انت في الشهر التاسع يعني معنى كده ان من 8 تشهر او من 7 تشهر او من 9 تشهر جابت اليافتر بتاع المذكرة اللي كاتبة فيها وابتدت تشوفي الايام اللي ممكن تكون نمت معا مين فيه وابتدت تتصل بيه تقول له انا حامل لأت انه كل الشباب اللي هي مرست معاهم كلهم عملوا لها ابنك وقال لها احنا ما نعرف كيش وكلهم تنكروا لدلت ان احد الشباب قال لها خلاص لما تولدي نبقى الحالة للدين ايه وكلهم هرموا منها وما لقيتش حد يساعتها ان هو يكتب اللي وقت باسمه تبتعمل ايه في الفضيحة دي راحت عنده واحدة صاحبتها وهناك ولدت وبعد ما ولدت جات في الليل خدت ابنها وهو لسه ما عنداش عليه تلات ايام ونزلت في منطقة الدقي اخترت منطقة بعيدة عن بشتيل المنطقة بتاعتها وجات جنب بيت وراحت رمية لفة بيضة وراحت حطاها جنب بيت وراحت ماشية وقالت الحمد لله خلصت من عاري اهلي مش درانين بحاجة والحمد لله انا رجحت زي ما كنت والولد ليه ربي كريم اكيد حد هيلجا جنب البيت ياخده خاصة ان اخترت بيت واضح منه ان هو بيت ناس مقتدرين ماديا قالت دلوقتي ياخدوه ويربوه وانا على اهل خلصت من عاري ورفحت العار عن اهلي مجرد ما الناس سموا ابو كا عايل بينبعث من بين لفات بيضة ملفوفة جروا عليه على طول بلغ مباحث الدقي اللي جات وكان رئيس المباحث قال لك نفتش كل الكاميرات نشوف كل الكاميرات اللي في الشوارع علشان نوصل من الست اللي عمل الكن بالفعل من خلال الكاميرات اللي منتشرة في شوارع الدقي اللي بتودي الى المنطقة دي شافوا سيدة فعلا شايلة الطفل ونازلة من توك توك من خلال التوك تو ده قدروا يتوصلوا من الست دي قال لك الست دي ركبت مئة من المنطقة بالتتبع قدروا يوصلوا وفعلا البنت تم الوصول لها تم القبض عليها ايه يا ست اللي حصل قالت انا حملت نتيجة حصل حملة نتيجة معشرة الاكتر من شاب في وقت واحد وعلى مدار اسبوع واثنين وشهر فبالتالي حصل حملة كنت لازم اتخلص منه خوفا من العار على اهلي وفي نفس الوقت كنت هسجله باسم مين فاتخلصت منه تم القبض على الام تم ايداع الطفل في المستشفى لان الطفل كان اتعرض لنوبة برد جديدة جدا قدت الى ان هو حاليا في جهاز الخاص به الاطفال لمحاولة انقاذه شفت الامة عملت ايه شفت العلاقات الغير شرعية بتوصل لفيه شفت عدم الخوف من ربنا خلصت تعمل ايه هنقول ايه لله الامر من قبل ومن بعد اشكركم